محمد الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلي الشيخ محمد الخالد الصباح في مجلس الأمة تكلم عن قضية جرائم المخدرات ونعمارهم للأسف ما بين 16 و 17 سنة شوفوا التقرير موسيقى 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 والتخطيط شرحت ما فيه إن شاء الله الكفاية وأشكر طبيعي رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية اللي تناغشنا وياهم في هذا الموضوع هل نتكلم أخي الرئيس عن 18 هذا يفتح بيت 18 عنده ليس 18 نحن نسعى إن شاء الله أن ننزل حتى سن الناخب إلى 18 لكن لو نطالح صائية سجل الأحداث لما تفضلها تختم محمد من 16 إلى 17 هذه السواد الأعظم نحن ما نتكلم بس عن مشاكل الجرائم وما ذلك مع الأسف جرائم للمخدرات كل هذه الشريحة بعد 17-18 والأبلة من هذا وذاك الآن والتطرف قسير المخ يأتي في بنك هذا الأمر عندنا حالة الآن الأب يترجعنا إنه لا تخلوا نوالدي سافر على أساس علم العلمي وعندي خبر أنه راح ينضم إلى مجامع داعش فطرنا أن نقول اكتب لنا كتاب رسمي كولي أمر وننظر بالموضوع نحن نتكلم عن 15 سنة الابن هذا اللي نتكلم عنه فمن هذا المنطوق نحن حبينا ننزل سن الحدث عشان أنا أكدت أنه ما راح يتعارض ويأتفاقيات الدولية والعالمية وقانون الطفل فأرجو إن شاء الله من زملائي أنه ينظر بهذه الأمور في عين الاعتبار شكرا أثناء جلسة مجلسة